وعلى بني بني شاركتي بوحدة الخاطرة وكنت اديتي واقل جائزة على المرتبة الأولى ومشألة وين شاركتي ومشنو هي الخاطرة وعلى بش كانت؟ هي كانت العلمان تح غير مصيركي غير مصيركي؟ كنت كتبتها في البرود اللي توفى فيها بابا شاركتتها في الأيام الثقاثية بعد الأيام الثقاثية وديت أنا المرتبة الأولى وكرموني كمرتب تستهري التكريم؟ لماذا كانت مجاهد القصيدة؟ أنا كتبتها حوار بين أب وبنته في المنام شغل أنا كنت كتبتها عالية أنا وعلى بابك شغل في المنام العنوان تح غير مصيركي وذلك الفتاقة اللي كنت في مرحلة الاكتئاب وتكتبي فيها؟ آه كنت نكتب فيها أكي شافيت لها بشتطين أجزاء منها؟ حافظة هكا شوية جزء منها هاي إذا كي حافظة جزء منها تقضي تشوفي في الكاميرا بتاعك وتقوليها غير مصيركي ما بكي يا ابنتي أبتكي الهموم عشا وكان الألم وساكنكي جرت دموعكي وديان ورسة المأساة وذفاثها أنت موشت فكرة تغضر كمسيت حال أخرى سما هذه لكل إمرأة حزينة لكل إمرأة غاب السند التاحة أكي تقولي لها بل أنت غيري مصيرك حتى بعدم موجود هذا السند الدائم بتاعك هنايا؟ في الآخر نقول فها يا ابنتي إنما كاني دائما بين القبورة فلا تعيشي مقهورة قومي وغيري مصيركي هي الخاطرة طويلة بزاف إن شاء الله بلابو عليك إن شاء الله عليك بلابو موسيقى